اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سوقوا تعالوا نسمع وتشوف مع بعض سؤال الحلقة في يحنى 1-18 بيقول الله لم يره احد قط وفي خروج 33-11 يقول ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه فايهما نصدق مبدئيا كده عشان نكون متفقين جوهر الله مش ممكن حد يشوفه مهما كان اي حد خصوصا في طبيعتنا الجسدية المحدودة دي بالنسبة لآية سفر الخروج لو حضرتك تعبت شوية وقريت باقي الآيات بعد كده هتلاقي حل المعضلة او اللي انت شايفها معضلة عشان كده تعالوا نقرأ سوا من بداية العدد 18 من نفس الاصحاح من سفر الخروج بيقول فقال موسى بيقول الله أرني مجدك فقال الله بيرد عليه أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترائف على من أترائف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش يكمل ويقول وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز ثم ارفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى إذن تعبير أن موسى يرى الله وجه لوجه تعبير بيفسر نفسه بنفسه إن الله يريه ما يسمح بأن موسى يعيش لأن مجرد النظر وراء الرب هو خطر كبير أصلا على موسى وده موسى اللي هو كلمة الله فده كل اللي شافه موسى من الرب ففين التناقض كمان في سفر أيوب يقول في أيوب 42 وعدد 5 يقول بسمع الأذن قد سمعته عنك والآن رأتك عيني أيوب يكلم الله فهل أيوب يقصد إنه شاف الله فعلا؟ لا طبعا ده تعبير بلاغي يوضح معرفة أيوب بالله بعد انتهاء قصته بصورة أعمق فالمعصود إذن مش رؤية جوهر الله لأن ده مستحيل على الإنسان لكن رؤية تجليات الله خدوا بالكم من الكلمة دي قوي رؤية تجليات الله زي تجليه في الجبل أو الشجر لكن الرؤية المباشرة الوضحة مستحيلة ومش هي المقصودة أبدا هنا عاوز أرجع لقاية يوحنى لأن اللي سأل السؤال جاب نصها الأول بس ومحطش النص الثاني واللي بيقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الآب تقول الله لم يره أحد قط بعدين يقول الابن الوحيد هو المسيح الذي هو في حضن الآب هو خبر يعني هو الوضح هو أعلن فالله أعلن عن نفسه في أقنوم الابن فجوهر اللهوت جوهر الله كان مختفي في حجاب نصها المسيح ودي صورة أو أعلى صورة لإعلان الله عن نفسه عايزي المشاهد فكر كويس من فضلك ويدرس كويس وبعت لنا أي سؤال مهما كان لأن برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوقكم